اليوم كانت تأكد أن تتائف一些 أدارة تريد التشيلسي أن أخنص الإدارة التي في العالم الجزء الأفضل فقط تقوم بال諮brar ويمكن أن تلك فريق تشيل hyvä northern على الحكم أعلى و أن أعود golpe ادارة النادي تشيلسي وقال لهم بلاد الورق هذا ما صالحين ومع 11 و 45 عاوتنا سيفطلهم الورق المرة التانية وعاوتنا اللي كانوا تفيري في ذلك الورق عاوتنا يلقيهم ما صالحين ومع 12 و 5 دقائق بالضبط عاوتنا سيفطلهم الورق اللي صالحين يعني بعد ما تسلوا المركات وبخمسة ديال دقائق سيفطلهم ذلك الورق هذا وانا خسكم تشوفوا بعينكم الخبز ديال الفارق هذا في نواصل صوروا مرة خمسة دقائق باش يتالي المركاتون تايت صفات الورق اللي مقادل الفارق باريسان جرمان باش يخلوا قدام حل واحد هو باش تراجع لهذا الصفقة هادي وهالطريقة اللي تعاملت بها الادارة ديال تشيلسي اقل ما يمكن ان نقول عليها خبيثة بالزد وبعد ما كوشي كانت ايضا باللي حاكم زياش غادلة في باريسان جرمان واتشي اكدو جميع الصحف العالمية منهم حتى فابريسيو رومان حاليا حاكم زياش مطالب باش يرجع لوندون باش يلعب مع الفارق دياله ويمكن عليها تسولو كادا اللي دار ينتاقمو منو بزاق وفات استشور اللي قتلو ملعاق دياله مع النادي تشيلسيو يمكن يخليوه كلو في الاحتيار ويخليوه ما يلعبش حتى دقيقة باش يدمرولو المسيرة دياله وانا اللي بقال لنقول غير لا يخوض الحق فاد الادارة ديال تشيلسيو صافي اما من ناحيتي حي يعطيها تاهوه وقالو نفس الحاجة مع النادي مون بوليو وبعد ما تفقت الادارة ديال مون بوليو مع النادي ديال ويداد على كل شي وليوصلت العشار ونص ديال اللي طلبوه مع الناصرية الوراق ديال لعي وجاوبهوم بكل بروضة في اللول حطوه الفلس كاملة في القون وديك الساعات عاد نعطيكوم الأوراق ديال لعي يعني هنا يو بطريقة غير مباشرة قاللك ما غادش نبيع لك يحي يعطيها تلا واتش اللي قالوا الناصيري الإدارة دي النادي موبولي رفضوه تماما لأن مايمكنش أنا ينعطيك الفلوس وما زال اللعب ما سناش معايا وأصلا تنعرفوه في أي انتقال دي اللعب حتى تيسني اللعب وتنتقل الفارق عادك ستحولو لهم الفلوس وهنا غادي جيني واحد سؤال مهم بزاق واش ماشي من الأفضل كان خاص للإدارة دي الويدا دي بيعو يحي عطيت للفارق موبولي علاش متى اللعب كان باغي يمشي النادي موبولي وتتحرموه وتخليه مع الفارق يمكن البقاء دياله يكون في المصلحة دي الفارق ولكن غادي يكون العكس لأن فاشي لاعب تتحرمو باش يمشي يحتر في أوروبا وتتخليه صحة مع الفارق ديتهم غاديش يعطيك مية في المية أما من ناحية فيورونتينا رفضت باش تصفت أمرابط إعارة الفارق لبارسا واشترطوا لهم حل واحد هو يبيعو بعشرين مليون يورو أما يصفتو كإعارة شافوه ماشي في المصلحة دياله وبالمقابل البارسا ما عندهمش الحل باش يشروه هاد اللاعب هادا كان عندهم حل واحد هم يجيبوه كإعارة يعني السوفين أمرابط غادي يبقى مع نادي فيورينتينا حتى النهاية الموسم أما اللاعب اللي انتقلوا رسميا من نوادي دياله ومن نوادي أخرى أول وحد هو الصابير انتقل فيورينتينا ولكن وخا انتقل فيورينتينا خلوه كإعارة نادي سامدوريا وغادي يبقى مع النادي سامدوريا حتى النهاية الموسم صفقة اللي بقول صحة ممتازة بزاف للصابيري وخصوصا اللاعب اللي باقي صغير وعنده واحد المستقبل كبير في الكورة الأوروبية والتقييم ديلي لهذه الصفقة هذي غادي نعطيها سبعة ونصة لعشرة أما من ناحية المهاجم إبراهيم صلاح وهذا اللاعب هذا ما تعرفوش بزاف ديلي المغربة لاعب اللي مغربي وانتقى من فريق جينت الفريق رينس الفرنسي لاعب اللي تلعب كجنح أيصر في العمر ديلي حاليا 21 عام وهذا اللاعب هذا غادي يكون إضافة كبيرة لمنتخب المغربي وخصوصا هذا اللاعب هذا وخاتي لبك جنح ولكن لاعب اللي هدف بامتياز والتقييم ديلي لهذا الانتقال هذي غادي نعطيه ستعة لعشرة أما من ناحية سليم أملح والبارحة وتننتقل لبلد الوليد وبعد الانتقال ديلي الفريق بلد الوليد غادي يجاور الصديق ديلي اللي هو جاود ليامير يعني غادي يكون تماتي المغربي بامتياز والتقييم ديلي لهذا الصفقة هذي غادي نعطيها سبعة لعشرة أما من ناحية أناحيو كيما كان عرفوه كاملين انتقل فريق مارسيليا فريق مارسيليو كيما كان عرفوه كاملين فريق اللي عارق فرنسا فريق اللي عنده تاريخ كبير في الدور الفرنسي وفي الدور الأوروبي والصفقة ديلي انتقال عز دين أناحي لفريق مارسيليا صفقة اللي ممتازة بزاف بالنسبة لأناحي خصوصا باللي عزدين اوناحي ره باقي لعب صغير وباقي عنده مستقبل كبير في النادي اوروبي واحتى النادي مارسلية ماشي نادي صغير احتى هو النادي اللي عارق في اوروبا على هذا الشيء غاد نعطي التقييم دي لاتصفقة هذي هو تسعود الى عشرة وبالنسبة للانتقال دي لعزدين اوناحي هو افضل انتقال في هذه المركات وهذا بالنسبة للاعبين المغاربة اما من ناحية سوفيان بوفل وكما كان عرفو كاملين انتقل ريال القطري اللاعب لي حاليا في العمار دي لو 29 عام فضل الفلوس علي كم المسيرة دي لو في اوروبا واصل افضل حاجة دراه ولي مشى ريال القطري بكل صراحة لان سوفيان بوفل حاليا في النهاية دي للمسيرة دي لو وبعد الانتقال دي لو ريال القطري يمكن موقعش نشوفوه تلعب مع المنتخل وبعد الانتقال دي لو فريق ريال القطري غاد يعتبر فرصة اللاعبين شباب اللي غاد يلعبو مع المنتخل المغربي على تشي تقييم دي لانتقال دي لسوفيان بوفل هو ربعة لعشرة المهم قبل ما نساعد الفيديو ما تنسوش تبارتاجه والماكسيموم مع صحابكم ويالله فتريكا معكم حافظ وطالله